اول حاجة علشان نضيف التوستر نوتيفيكيشن في البروشيكت بتاعنا طبعا احنا محتاجين ننزل الباكيج نفسها فهنروح على التولز ونفتح الباكيجز بتاعتنا ندور على في براوز هتدور على توستر هنعمل لها داونلود نستول تلاحظ ان كده بقى موجود عندك في سكريبت بقى موجود عندك سكريبت بتاع التوستر وفي الكونتنت بقت موجودة عندك الفايلات الخاصة بيه اللي هي بتاعت طبعا فايلات وفايلات الاس اس اس احنا مش هنستخدمهم طبعا محتاجين ننضيفهم في البندل بتاعتيه فهروح على ابستار وافتح البندل بتاعتي هدي فايل الجواب سكريبت هنستخدم الفايل اللي هو المينيفايل فياخد ده كده زي ما هو مسلا لعرقل بتاعي واخد اسم الفايل دا حطه مكان ونفس الكلام في فايل السي اس اس بس طبعا مش هحطه بعد السايت هخليه موجود قبله هاجي هنا واخد الفايل برضو المينيفايل ده اضيفه بدل ده كده انا بقيت جاهز ان انا استخدم التوستر نوتيفيكيشن في البروجيت بتاعي خلينا بس الاول نعمل ديمو كده نتأكد ان هي شغالة وبعد كده نحطها في بتاعنا طيب هارجع على بتاع الانديكس ما يقف الاخر خالص هقوله اد سكشن سكريبت حط التاجد على السكريبت بتاعي واكتب جواه كود الجي كويري بتاعي هقوله ويقوله مسلا ارور ودي له المسج اللي جواها نكتب فيها مسلا تست طب ما بينما انا غيرنا في البندل فمحتاجين نعمل بتاعنا مرة تاني كده خلص خلينا رجع تاني بتاعنا بتاع الانديكس كده ظهرت بتاعتنا زي ما انت شايف كده لكن هي كده هتظهر في كل الحالات واحنا محتاجينها بس تظهر لما نكون عاملين كريات او عاملين الكتاب وطبعا عاوزينا تطلع اللون اللي هو بتاع اللون الاخضر ونتكب بتاعتنا كمان محتاجين ننزل ها تحت شوية علشان ما تكونش موجودة فوق الناف كده ما تكونش شكلها كده مش ظريف محتاجين احنا ننزلها تحت شوية طيب ناخدهم واحدة واحدة اول الحاجة طبعا احنا محتاجين نغير لونها فنخل لونها الاخضر فهنا بدل ما احنا مستخدمين هنستخدم تمام جدا كده لونها بقى الاخضر طيب ازاي نعملها تحت شوية ازاي نخليها موجودة تحت لو عملنا وبعد كده عملنا وقفنا عندها هنلاحظ انها موجودة جوه واخد اسمه داش كنتينر فاحنا بالتالي هو ده الكنتينر اللي احنا محتاجين ان احنا ندينه مساحة زيادة فوق شوية علشان ينزل تحت ونبقاش موجود فوق الناف بار مباشرة طبعا علشان اقدر على اه بتاعت التوستر او علشان اقدر على بتاعها محتاج ان انا ازود حاجة زي كده في السايت دوت سي اس اس فهاخد الاي دي بتاعي ده واروح على الفايل بتاع السايت دوت سي اس اس سايت دوت سي اس اس يفضل طبعا ان انت تحط هنا كومنت علشان تبقى عارف ان انت في الجزء ده بتعمل على التوستر فهقول له وطبعا هنعمل هنا سليكشن بالاي دي هدي له شوية مسلا خمسين بكسل خلينا كده نلجع مرة تانية ونشوف الدنيا بقت عاملة ازاي تمام جدا كده كده بقى موجود تحت طيب هل احنا عاوزين تظهر كل مرة بيروح فيه على صفحة لا احنا عاوزينا تظهر بس لو هو بيعمل كريات او بيعمل طيب علشان اوصل لنتيجة زي دي انا محتاج ابعت من الكنترولر بتاعي او من بتاعي تقول له والله هنا او ما تعملهاش نتيجة زي دي ازاي اقدر اوصل لها الموضوع بسيط جدا الحالة اللي انا محتاج اظهر فيها دي هي زي ما اتفقنا حالة ان عامل كريات او عامل على بوك اصلا كان موجود طيب الاتنين دولت او اللي هو الخاص ده اللي احنا زودناه موجود في الاخر طيب انا محتاج اقول له هنا والله وانت رايح تعمل ترايح للاندكس بتاعك خد معاك طيب الفاليو دي ازاي او ده ربعتها طيب بما اني هابعت الفاليو دي من اكشن لاكشن تاني والموضوع ان انا محتاج الداة دي هتظهر مرة واحدة وتختفي او هتظهر مرة ومش محتاجها مرة تانية فافضل طريق انك تستخدم حاجة اسمها تمب داتا التمب داتا دي هتدي لها اسم مسلا اقول له مسج وعاوزين نحط هنا مسج تكون جينيريك تنفى على الاب بيت وتنفى عليه الكريات فهقول له مسلا سيفد ساكسس فلي بعد كده هارجع علي الاندكس باعي هرندر المسج دي في سبان سبان ده هيكون باي ديفولت هيدن مش ظاهر طبعا كسبان علشان نقدر نقرأ الفاليو اللي موجودة جوا لو في فاليو موجودة جوا هنزهر التوستر لو ما فيش فاليو يبقى مش هنزهر التوستر نوتيفيكيشن ممكن نيجي هنا كده مسلا ونقول له سبان ونتدي لها مسلا اي دي نقول له مسج ودي هتكون عبارة عن التم داتا اللي احنا عملنا لها كريشن ناخد اسمها من هنا ونتدي لها الكلاس بتاع اللي هو دي داش نون اللي هو يعني خلينا كده نبلد ونعمل فريش مرة تانية طبعا هي لسه بتظهر لان احنا لسه تحت في بتاعنا لسه كاتبين ان هو يظهرها مع دي احنا كده محتاجين نرندر السطر ده في حالة اني في بس موجودة في الخاص بالمسج الموضوع بسيط هاجي عمل هنا هقول له مسلا اسمه المسج ده هيكول سلكت الاول طبعا بالاي دي بتاعي بتاع الاسمان اللي احنا عملنا فوق كان اسمه واخد اللي موجود جوه هقول له والله لو بتاعتك مش فاضية في الحالة دي بس اظهر بتاعتك وطبعا مش هنكتب لأ هنحط المسج نفسها اللي احنا بعتينها من تعال كده نعمل ونشوف في الدنيا وصلت لحد فين دلوقتي عملنا مفيش حاجة بتظهر خلاص تعال نجرب مسلا نعمل زهرت عندي زي ما انت شايف كده لما عملنا تعال نجرب تمام جدا كده يبقى بتاعتي بتظهر بس لو كان جاي من او جاي من لكن لو انا رايح مباشرة كده على مفيش حاجة زي ما انت شايف بتظهر ترجمة نانسي قنقر